السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسلام كل من يسمعني تعبير عن مدينة تدمر تدمر اسم يتردد على ما سمعنا حاملا ما هو عبق التاريخ وسحر الحضارة وجمال العمارة تعد تدمر من اقدم المدن فيها العالم وتعود حضارتها الى الالفية الثالثة قبل الميلاد وازدهرت في القرن الاول قبل الميلاد واصبحت مملكة قوية تسيطر على طرق التجارة بين الشرق والغرب تتمتع تدمر بالعديد من المعالم الاثرية المميزة من معبد بعل الى شارع العمدة الى صور المدينة تلقى تدمر بالعديد من الالقاب منها مدينة الشمس اللي ما تتمتع بين من موقع جغرافي مميز حيث تقع في واحة خضراء وسط صحراء قاحلة وتشرق عليها الشمس من جميع الجهات كذلك لألوات البادية لما تتمتع به من عمارة فخمة ونقوش بديعة وتماثيل مذهلة وأدرجت تدمر على قائمة التراث العالمي لليونيسكو عام 1980 وذلك لهميتها التاريخية والثقافية تواجه تدمر تحديات كبيرة بعد أن تعرضت تدمير خلال الحرب الأهلية السورية ولكن روحها لا تزال حية وجمالها لا يزال مخلدا في ذاكرة التاريخ إن تدمر هي رمز للحضارة الإنسانية ودليل على قدرة الإنسان على الإبداع والابتكار وعلينا أن نحافظ على هذه المدينة العريقة وأن نساهم في إعادة إعمارها لتعود من جديد رمزا للجمال والحضارة ومنارة للعلم والثقافة مقدمة وعرض وخاتمة أي موضوع تعبيركم في مقدمة وعرض وخاتمة تكلمنا عن مدينة تدمر وصف وصف وصفنا المدينة وصف المدينة مميزات المدينة تمثب المدين من المميزات مسميات المدينة أو القبع تلقب بلؤلؤات البادية ومدينة الشمس مدينة الشمس ولؤلؤات البادية والصعوبات التي تواجه هذه المدينة صعوبات تحديات تواجهها والخاتمة نصحنا بالمحافظة على هذه المدينة من الخراب والتدمير اذا رأتم اي مدينة اخرى غير موجودة في القناة اكتبونا بالتعليقات تحت في الكومنتات وان شاء الله نحاول ننزل لكم الموضوع في اقرب وقتهم ممكن اذا غير موجود نحاول ننزل لكم شكرا جزيل لنا حزن لاستماعاتكم فرآية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة